بمدينة القصر الكبير آنزار خيرون النور قبل أن يستقر به المقام هنا بالعاصمة الرباط في طريقه إلى العمل لابد أن يمر على كشك الجرائد لمعينة ما استجد من أخبار نزار الفاعل الجمعوي ذو الثمانية والعشرين سنة يعمل مستشاراً علامياً بجانب عدة مؤسسات وعمله هذا يجعله قريباً من الشأن السياسي المغربي بأغلبيته ومعارضته نزار يرى أن قيادة حزب الاستقلال لا تترك أي فرصة من أجل استهداف التجربة الحكومية الحالية بصفة عامة وحزب العدالة والتنمية وأمينه العام بشكل خاص بما يوحي لنزار أن وظيفة حزب الاستقلال في هذه المرحلة هي عرقلة تجربة الحكومية بقيادة حزب المصباح اشتركوا في القناة